السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيناكم في فيديو جديد حلقة جديدة سنتكلم اليوم عن كل ما يخص الهجرة الى لوكسونبورغ سنتكلم عن كيفية اقتناء عقود عمل بالمجان كيفية الحصول على حقد عمل بالمجان سنتكلم اليوم عن كيفية الهجرة الى لوكسونبورغ من اجل الدراسة سنتكلم ايضا عن كيفية فيزا التطوع مع جمعية خيرية هناك سنتكلم عن جميع الظروف والامكانيات للهجرة الى لوكسونبورغ في ضروف جيدة وبطريقة قانونية وشرعية وفي احسن الظروف كما تعلمون كما قلتوا هذا كما اقول دائما لا نتكلم من فراغ اتركوا لكم دائما في صندوق الوصف الحجاج على ما اقول مصدر الخبر مع الاستمارات اللازمة من الوزارة الهجرة للبلد الذي نتكلم عنه فديما فاش كنحطوشي موضوع دائما كنديروا دراسة شاملة حول قانون الهجرة لذلك البلد الذي سنتكلم عنه وكنجيبو لكم ملخص معا كيكون هناك عدة برامج للهجرة فكنجيبو لكم البرنامج السهل اللي هو في متناول جميع اللي يقدر اي واحد كي كنقولو يدفع ليه ندخلو في الموضوع فبالنسبة للوكسونبورغ هي دولة في شمال اوروبا مع حدودها مع فرنسا وبلجيكا والمانيا عندهم في البيب دروف 2021-25 مليار دولار فاقتصادهم جيد وعالي جدا وممتاز لنسبة السكينة ما كتجاوزش 640 الف نسامة ما وصلش حتى المليون بالنسبة للمدخول الفردي هناك 11000 دولار شهريا هذا يعني المدخول الفردي لسميق ديالهم 1000 دولار شهريا لسميق ديالهم باش كيختمو هما اللي كي تعتبروا من الاعلى اجران في اوروبا وحتى من جودة المعيشة عندهم جودة جيدة هناك من البلدان التي تعتبر من احسن من ناحية الجودة جودة المعيشة فندخلوا في الموضوع اول حاجة غادين هضروع لها غادين هضروع على بالنسبة لحرفين الصناعيين اللي بغوا يهاجروا غادين هضروع الفلاحين غادين هضروع لزيتودون اللي بغوا بشوكموا لقرائتهم وغادين هضروع للي بغوا يدفعوا طلب الهجار غادين خليل لكم في صندوق الوصف بان شر اول حاجة لينك جامعات لكسنبورغ لدراسة وغادين خليل لكم حتى الجامعات اللي كعطيه المنح الدراسي اللي ما عندوش انه يمول دراسة يقدر انه يدفع طلب الجامعات اللي كتعطيه كي نقولو تمويل شامل ولا كتعطيه بها رابوس كتعطي رابوس تمويل شامل من اجل الدراسة هناك منح شاملة تشمل السكان تشمل المعكة المشرب تشمل الدراسة وتشمل جميع كل ما يخص المعيشة هناك او تكاليف المعيشة هناك فاول حاجة غادين هدوع لها وهي كيفية اقتناء عقد عمل عقد عمل ليس من الصعب ان تقتني عقد عمل لكن انت حرافي صناعي يجيب انتو تبيت ذلك بواحد شهادة مهنية بعضهم ندوع لحرافين الصناعيين حرافين الصناعيين غادي تبشي للغرفة الصناعية غادي اعطيوك واحد لبطاقة مهنية او لا واحد لشهادة مهنية تتبيت على انك حرافي او صناعي غادي تترجمها تدير لها الترجمة تدير لالتخ دو موتيفاسيون ليا دا كافر ليتر ولا سكونابل خطاب تحفيزي يجيب ان تتبيت لهم على انك محفز على انك جدي في الموضوع على انك تحبو داليك البلد وانت مو يسبو بداليك البلد من دور صغار وتريد الهجرة هناك وانت بصحة جيدة ولديك كفاءات عالية وممكن ان تعطيها الكثير وكذا كذا او شيء من هذا القبيل هناك عدة امثلة امثلة الخطابات التحفيزية ممكن ان تستعينوا بها في موقع جوجل القواة في جوجل غادي تبدلو ولكن يجب ان تعلم على ان خطابات التحفيزية تختلف من وظيفة الى اخرى لحسب الوظيفة اللي غادي تفعلها هذا من جانب غادي نظروا الى بالنسبة هادو الحرفين الصناعيين فاش غا تجمع هادو الوطائق هادو غادي ندخل لسيت اللي بغتس في الزوفة دونبلوى دي الحرفين الصناعيين غادي نخلي لكم مواقع التوظيف لتابعين الحكومة ديالهم مواقع التوظيف حكومية ديالهم فين غادي تفاصيل ردتية فين غادي تفايل طلب ديالك وهاد المكاتب التوظيف كيكونو هما لازان ترمادير ما بين التارو ما بين المشغلين بيدون لاحصلت على عقد عمل ما تخلص ولا وديها ما علاش لاناتي تابع للحكومة ديالهم بكاتب التوظيف حكومية ما عليش تخلصهم لعندك عقد عمل غادي تطلب ليسوفي انك تعمل لديمون الطلب ديالك ودفع تصير الداتية ودفع دكافر لي الخطاب تحفيزي وتتواصل مع ذلك الشركات تأكد من البريد الإلكتروني على انه صحيح ما تخدمش بريد إلكتروني قديم خدم بريد إلكتروني حديث يلا صوبتي تأكد من كلمة تصير باش تدخل يوميا لبريد إلكتروني وتشوف هل تواصلوا معاك هل بعتوا لك عقد عمل هل طلبوا منك توضيح هل 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 وتبقى في تواصل معهم حتى يبعتوا لك عقد عمل ان شاء الله بإذن الله هذا من جانب من جانب آخر حتى بنسبة لديبلومي اللي بغين يدفعوا طلب هجر كان الإمكانية كان الإمكانية هاتش نشغلو عليه في المكتب يوميا ممكن أن تقدم هاتش يتقدموه راسك لا كي كان نقولو عافتي وعندك القانا وعندك وعندك كي كان نقولو تكنيات باش هذا ممكن أن تشغل راسك أو لا ممكن تستاعين بالمكتب عندنا لابريس يدفع لدروسة ديلك حتى ما تنقولوش لك ولا بدأ تجي المكتب اللي بغين يدفع راسه يدفع راسه واللي بغين يجي للمكتب أننا كي كان نقولو نخدمو ليه الملف باحترافية أنا أرحبه بالجامعة فنهضرو على غنهضرو دابع بالنسبة اللي بغين يدفع لجمعيات خيرية هناك من أجل العمل تطوري من أجل العمل خيري كمتطوع هناك الآلاف دي الجمعيات كي تنبو متطوعين جمعيات كل جمعيات تختلف على الأخرى كل واحدة وفي الميدان ديلها هناك جمعيات تشتغل في الهلال أحمر هناك جمعيات تشتغل في قطاع رعاية الحيوانات جمعيات في رعاية المسنين جمعيات تبع المرضى في الطوارئ وشيء من هذا القبيل فهذه الجمعيات هذو نفس القادية غاليتبعت لهم استردتها بكافر ليت الخطاب تحفيزي كما قلتو بالنسبة اللي بغين يتفعله فردون بلوار وشهادة طبية وتثبيت على أنك بصحتي جيدة شهادة طبية غاليتبعتها على أنك بصحتي جيدة ودخل معهم في تواصل وتدفع الطالب ديالك يطلبو كي نقولو المتطوعين هو اللي تتعرف على أن الجمعية ما تعطيكش واحد لصالر ما تعطيكش واحد كي نقولو واحد الراتب غاليتبعتك منحة منحة في هات من أجل المواصلات من أجل معكلة المشرب ولكن هذا ليس براتب ولكن هذا أنا أعتبره هنا خطوة نحو الأمام خطوة نحو الأمام على أنك تبشي اللي تمها بعدها وتخدم مع الجمعية هما غاليتبعتك نصف الوقت اللي كي كي نقولو اللي كي تشتغلها مع الشركة هالف تايم يعني نصف الوقت من أجل التكاليف المعيشة غايكونوا تكاليف المعيشة وغيرتسكراتي لطلقه ما غاليتبعتك نصف الوقت من أجل الشغل العقد دائما كيكون فيه ما بين 6 أو 3 سنة كي شي وحدة اللي يدفعنا لهم ما بين 6 أو 3 سنة فاش كيكون 6 أو 3 سنة تكون مقيد شيئا ما مع هذه الجمعية أن تتبقى معهم سنة على ما تصوب اللي طبي ديالك على ما تلقى عمل قار هناك عمل بعقد دائم غاليتكمل معهم ذاك السنة ديالك ومن بعد يمكن لك تقتني عقد دائم مع شركة ما بعقدين دائم وتبدل الستراتيو بريتي تتبقى مع هذه الجمعية تبقى معها بريتي تتخلى الجمعية وتبقى تم بطريقتين أخرى أنك تتبقى على الإقامة وتطير عقد دائم وتشيل مكتب الأجانب هناك وتبدل الستراتيو بريتي تتبقى فأنا كنا نعتبر الخطوة نحو الأمام وممكن تتبقى مع الجمعية تلقى عمل وتتبقى مع الجمعية في آن واحد سنجد لكم الجمعيات التي ترغب آلاف المتطوعين سنجد لكم صندوق الوصف رابط الزيما في صندوق خلال تدخل الوصف إقراء المزيد التعليق الأول التعليق الأول ستقر إقراء المزيد اغراج الروابط وفي الصندوق تلقى تترجم مرحب تدخل الجمعية هناك آلاف بالجمعية التي تجعل متطوعين مع إلا تتبع طريقة التي تتبقى تتبقي تجرد الاتخدو موتيفاسيون التواصل معه وتتبقي الاتف بسحة جيدة وتبع البروصيدور ورقم الهاتف يكون مضبوط ويكون رقمك الشخصي وليس رقم هاتف فرض من أفراد العائلة والصديق لتصلوا بكم ومالقاوك شغلت بيليوم على أنك لست جدي فكون جدي معهم هذا دب هدونا على الهدو دب غدين هدوه على الديبلومي اللي بغين يدفعوا عنده لسانس عنده الباك عنده كادا عنده بغين يدفع الدموند دي ميغراسيون والشغل المام شوز غنخلي لكم هنا غدلقوا اللينك مواقع التوظيف لكسونبورغ اللي تابعين مواقع التوظيف لتابعين الحكومة ديال لوكسونبورغ معليكم إلا تقلبوا على المجال ديركم ودفعوا السافي ديركم وطالب الهجراء اللي بغاية يدفعوا يقدر يجي عندنا المكتب ونشوفوا معه اللي بغاية يدفع بلوفر دمبلوغة غل خليكم لذوفر دمبلوغة هذا من جانب من جانب آخر ردي نهضروا على الزيتوديون اللي بغين يمشي كلمة القرية وعنده الباك ونالنفو بارك ولا بغين بشي قرارة ما ولا بغين بشي قرار اللغة علشان إنه كين بعض المداريس موعتمد رمشي قيم ماهد فعليه باش تقرار اللغة غير قبلك كين بعض المعاهد اللي تابع الحكومة ديالهم كاي قبلوا أنك تبشي تقرار اللغة تمك تقولهم أنا أوليد أماريس اللغة مع أصحاب البلد اللي كي أكتسب تجربة مع البلد وتكون عندي خبرة في اللغة وكي كنقولو أنها تكون ممارسة يومية بشكل يومي في المواصلات في المطاعم في المتاجر في كدا كدا كس ليمشي لتما ونقرار اللغة ونمارسها في المطاعم وفي المواصلات وكي كنقولو مع أهل اللغة اللي هم اللغة ديالهم باش كي كنقولو تكون عندي 0.5 قملك كي كنوا بعض المعاهد لمعتمادة اللي كيمكن لك تقرار فيها غير اللغة تشي تقرار غير اللغة تاخد فيزا ديالدراسة أو لكي جامعات هناك أنا غني خليليكم بعض الجامعات كي كما قلت يمكن لكم تدفع لهم جامعات وكي يحتاج إلا ما عندكش باش شبشي تقارات مغل نخلي لكم جامعات لكي يعطيوا مناح شاملة ممولة بالكامل كتمول لك الدراسة والمأكل والمشرف والتكاليف المعيشة وكل شيء غاد تلقاوهات شي في صندوق الوصف سير لي ودخل وعمر طالب ديالك والله يسهل الأمور للجامعة ما نتمنون الله سبحانه وتعالى إلا يسهل الأمور جميل ونصيحة للجامعة قبل ما تضيعي طالب يا طالب الهجرة يا طالب الشغل تضمن الله سبحانه وتعالى يسهل لك استعن بالدعاء إنه سامع المجيب بالاستجابة جديك لا عندك فيها الخير غي يسهل لك بالخطوة الأولى لا عندك فيها خير أكثر غي يسهل لك بالخطوة الثانية كل شيء يدل الله سبحانه وتعالى مستقفالي ومستقفالكم ومستقفال الجميع يدل الله سبحانه وتعالى ما نطلبوا إلا من الله الخير ما وعدنا الله إلا بالخير وما سيأتي إلا الخير ونتفائلوا بالخير وما غير يكون إلا الخير إن شاء الله بإذن الله يا ربي الله ما يستر الأمور جميعك نطلب من الله سبحانه وتعليه أن يستر الأمور جميع وكل شيء يطلب من الله� Rs. يستر الأمور جميع هذا بالنسبة فهضرنا على الموضوع ذي للدراسة هضرنا على الموضوع ذي الحرفين الصناعين للهجرة على اللي بغين يكملو قائتهم ردينا إلى على بالنسبة لفيزا سياحة فيزا سياحة يجد يكون لديك درسة متكاملة ملف متكاملة بما في ذلك شهدات راتب شهدات الشغل يكون عندك كنط موفمونتي تكشف تدير كشوفات بنكية فاش كتبريد طلب فيزا سياحة بيانسور كتدير كشف حساب البنكي كشف حساب البنكي يجب أن يكون معوج يجب أن يكون هناك واحد كي نقول واحد القدر مالي كافي من أجل استجابة تكاليف المعيشة هناك يكون واحد القدر مالي يكون عندك شهدات راتب شهدات الشغل تكون مخلص كي نقوله التأمين ديال العطلة اللي غدوز هناك سياحية يكون عندك أم بلان توريستيك البلان توريستيك والبرنامج السياحي يدير حجوزات مفدائية وتوكل على الله بالنسبة للمواعيد كاللي كي حصل في المواعيد كاللي كي حصل في البرباراتيون دوسي اللي بغانا نخدمولي على الدوسي التوادي للبرباراتيون دوريست مرحبا بيك المكتب ديالنا متواجد بالدار وبيضاء المعارف شاريع براهيم روداني إقامة الشفاء الطبقة رقم واحد الناس اللي كيجوا من الموضون البعيدة من طانجار من المراكش من وجدا من مكناس من ملاي الخريب دار من الداخلها من العيون كيجوا الناس من جميع الموضون المغريبية يوميا كيجوا عند المكتب من أجل استشارة أو إيداع الملف لجيدي إلى مدينة بعيدة تولي سنتر المعارف تولي سنتر. تولي سنتر يعرف كيجوا شعارية شاريع براهيم روداني يوميا كيجوا تحصل الوكلة بمتر نشتغل من اثنين الى السبت من 10 وصدر الصباح الى 15 وصدر الصباح انا ارحبو بي جميع هذا شرف اللي انت اتوا عندي من اجل استشارة او ايداع الملف هذا يعطيني يحفزوني ان استقبيلكم باش نعطيكم استشارة دلكم نعطيكم كي نقولو القدمة المساعدة انا هنا كي نقولو من اجل اي مساعدة او احبو بجميع فمن اجل تلبية احتياجات الجميع اللي بغا يجي نستقبلوه مرحبا به هذا من جانب من جانب اخر كي نقولو ندخلوك شريك في شركة لما عندك تورقا كي نقولو ما عندكش او اراك تثبيت العمل دير كنقدرو ندخلوك شريك في شركة اللي قائمة بيداتيها كان القانطابل ديرنا كي يخدم لك على الموفمان بانكار على عمليات ساحب و اداف الكانت باش يقولي كانت مروج يقولي عندك كانت بانكار مروج كان يخدمو لك على ملف اللي يكون يستجيب الى المعايير والتطلعات اللي تطلبوها القنصولية تبقي يطلب فيزا القنصولية كطلب واحد للمعايير كطلبها و كطلبو احد كي نقولو واحد عندها واحد التطلعات كتطلبوهن في الدروسية خاصة يكون دروسية متكاملة من بين الدروسية اللي كان خدمو عليك وكانخدمو عليها لك هو عمليات ساحب و ادافca web بانكار كان اخط BIG اكتامي القنصولية كل دون جميع شحولة بانكار بانكار الخليصية يكون خلاج لت рисوب الانتوار هنا كمان يقول ثلاثة أشهر احنا كان نشاهد وكنديرو ستة أشهر كشوفات بنكية كما قلت المحاسب يشغل على عمليات ساحفو ايداه تنخدموليك كنديروك شركة باش تولي عندك ارتسترسيون الطرفي ارتسترسيون دو صالير وكننقيدوك في الضمان الاجتماعي لصالي الساس وبين الشرور من البعد تنخدموليك على البرنامج السياحي ماذا ستفعل في ذلك البلد المدول التي ستزوروها المطاعم التي ستتنور فيها واجباتوك كنديرو حجوزات مبدئية حجز مبدئي القائ حجز المطاعم التي ستتنور في الواجبات وحجز الفندق والمواصلات التي ستحتاج مبين المدن وكنديرو برنامج السياحي اللي نقنيها القنصولية على جديات البرنامج السياحي ديالك هناك ومن بعد ناخدو المواعد بيان شر وكنتوكلو عالله بيان شر كوشي بيد الله سبحانه وتعالى وكندفعو لدوصي نحن نشغل مع القنصوليات بشكل يومي لدينا خبرة في الميدان لدينا خبرة في الميدان لدينا لدينا دقائمة تجاربة في الميدان نحن اهل الميدان اه اه كان عارفوا نعلموا لمديجير اخلاص القنصوليات لمادا لان انا نعمل دراسة على ذلك قنديرو دراسة يوميان كان عارفو القنصولية كاس AGAIN chiffرر وكنتري الحسب cyc swallow يقولوا نحن أهل الميدان اللي بريجي مرحبا بك هدا مكان الدوصي كنحسبوه بترمن رمزي وبسيط ليستلف درهم لغير ليس لدينا غريزة ريبحية كما قلتو دائما لو كانت لدينا غريزة ريبحية لطلعنا الترمن لربعة خمسة المليون ستاد المليون كيلي كيحسبو لي كونترادة طرفايب سبعة المليون سبعة المليون سمينة المليون نحن هتنذيرو السلف درهم لا غير لماذا لان غريزتنا الاولى ليست غريزة ريبحية فوشي بغير ريبحية ولكن مشي غريزة الاولى هي ان نساعد الناس ان نتلقي دعاوي الخير مع الناس ان يكون ثمن مناسب للناس جمعاء وكي كنقولو الواحد يدعي معنا دعوها دير الخير اه انا مشي كنقول لكم مكاتب كلها كاكين بعض المكاتب اللي كتشغل كي كنقولو بيضمر وبيحبه بمصداقها ولكن مع الاسف كان بعض المكاتب لغريزتهم الاولى هي الغريزة الربحية فنحن لا لدينا غريزة ربحية بل لدينا غريزة مساعدة الناس هذا ما كان كان الناس كان حسبو لهم الدرسي فابور شكونا هما؟ ليهما دوي الاحتياجات الخاصة ليهو يتيم الأب ويتيم الأم وصغير في السن وليس لديه سند ماذا يعني ليس لديه سند؟ ما عندوش خالتو لعمل وقف معاه وهو صغير في السن ويتيم الأب ويتيم الأم كان خدمو لهم الدرسي فابور بل أكثر من ذلك نخلصوا اليوم إجراءات القنصلية من جيبنا نتمنى أم الله عز وجل يسر الأمور جميع نتمنى أم الله عز وجل يسر الأمور كل ما لديه النية الصالحة خليت لكم مرحب إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله الله يعوكم تباق الله عليكم